اشتركوا في القناة 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 STEVE لاحقا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عندما بدأ ينتج الآن اللي لاحقاً كونت الهوية المسلكية الأردنية ساعد المضاهر شهرتين أكيد البلدار الأردنية ولكن هناك شغلة كما كان نشتر مع الجيش البريطاني في فلسطين والأردن فساعدوا هذا على أساس أن يتمقل بين المدن الفلسطينية والأردنية ويستمع على التراث حتى ليس في الكلوري الأثني اللي كان موجود بهذه المناطق نعرف الغور عندنا تراث موسيقى مختلف يعني التراث أفريقي إذا نربطه بالبلوز مثلاً أو شيء تاني عندك التراث البدوة عندك التراث الريف فساعدوا على إنتاج الأغاني بهذه المرحلة ومن هناك لحن أشهر أغانية اللي هي الوحطة في المنديل البنت الريفية وضمة ورد إذا ممكن نسمع الوحطة في المنديل ترجمة نانسي قنقر نوح بطر في المنديل مشانشى البرباع يم مرموش الطاويل وعيون وساع موسيقى 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 حسنًا كثيرًا من السياق التي كانت فيها الأغاني أنها قبل 1959 نسمع الغنية ولكن أحلل وأوضح لماذا الغنية واضحة أنها ليست موعز فيها دعونا نسمعها وهي مشكلة متشرة موسيقى بلف وبدور كاهرني ومجهور بلف وبدور كاهرني ومجهور بطلع له من العرضة بنزل منا عور يا الله بنزل منا عور وانا بلف وبدور بلف وبدور بطلع له من العرضة بنزل منا عور يا الله بنزل منا عور وانا بتلب ودور بتلب وبدور سابقني وراح ضبك كل مبلجان سابقني وراح امخضنا بالجاة ابقرب اللي بستناء بينفد عالج فوري ياهر الله بينفد عالج فوري وانا بلف وبدور بلف وبدور ابقى تستناء بينفد عالج فوري الله بينفد عالج فوري بتليب وبالدور موسيقى 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 في 1974 كان هناك فك الارتباط قلوميًا مع الضفتين سياسيًا تم فك الارتباط في 1988 ولكن برأيه بلشروع التركيز على تشويه الهوية الأردنية الموسيقية من خلال مسرحية برجاس لأنها رسخت أول ظهور للمفهوم الوطني من خلال ذكر المكونات الأردنية تحديداً فصلها عن أي مكون ثاني الآن إذا نرى التوريخ هؤلاء الـ 74 و 88 وهذا الـ 94 كان هناك شيء متحضر طول الوقت كان هناك مكينة تحاول تنتج فنانين آخرين مقابل طوفيق النمري فارس عوض، الذي كان عمان، توفى بالـ 86 وفاته ليس معروفة حتى الآن، لكن هناك شيء يقولون أنه سجل ولي وخرج ومتوفر حادي السابق ولكن إذا نجد أن نظر على الأغنية نفسها التي نحن سمعك لا نشكر الأغنية عن مدينة عمان فارس عواطن، إذا نرى الوصول الزمن من مدينة ديبان إلى المفارقة التي نرى أول مسيرة إصلاحية بأواخد دسمبر 2010 تغني عن عمان بلهجة واحدة بلهجة البدوية أنت تغني عن مدينة حطرية بلهجة بدوية ومتبع مفاهيم اللغة الوحشية الموجودة بالأهل الوطنية لأنه لا يدعون مدينة حجرة وهذا ما يدعون تنظر على المقطع يا طاهرة مع عمر تنس عرضها دون أسبوع الموت تهابها بالسماء البونية المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة يا ديرة عشنا بها عمر الهني يا عز من كثرة عليها تعابها قومت تحيني حضن جلني ضمني من جلت طفل في قرات عشابها المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة أولا ما اسمع هذا فهم نجحوا بترسيخ أو حاولوا يرسو عمان كمشروع حضاري مقابل مدن مثل دمشق وبيروت والقاهرة مثل ما نجحوا بفصل المكونات المكونات الهوية الأردنية الحقيقية لا تضم عمان بس تخفيق النمري لم يغني عمان تخفيق النمري ذكر عمان ضمن المدن الأردنية والفلسطينية التي كانت موجودة وعندما أغنى عن الصبايا أغنى عن الترفية ليس عن عمانية هناك أيضا من ضمن الآلة المنزجية تشويه الهوية الأردنية موسيقيا تحديدا رجعوا للترف رجعوا لأبعد من تخفيق النمري فرقة المعاني الشعبية التي أسستها وزارة الثقافة تحديدا أخذوا الفرقة وضعواها في المراكز الثقافية في الأول الثمانينات التي قصر الثقافة في المراكز الثقافية حتى لعبوا بالمحتوى تبع الأهان أشهر فن عندهم وعلى الأسف صار رمز لشيء الثاني هو السحجة السحجة معروفة بذوية التي تغنى في الأعراس في المناسبة تطورت لتصير رمز أو مصطلح تحتفاء برموز الوطنية بشكل مبادئ فيه من هنا تلعط أخذوا فرقة المعاني الشعبية أخذوا السحيجة فرقة المعاني الشعبية لهو الفن حولوا السحيجة مقابل الرموز الوطنية كان تغنى قدام الملك قدام الرموز الحكومية في المناصرة الوطنية والعياد والأبريتاد سنسمع مقطع مشوه لفرقة المعاني الشعبية أعتقد بالثمانينات أنا حصلت على النص الأصلي للسحجة وهو أول تقول ذكر الله وهو تغنى في العرب في السعودية وفي الشام وفي الفلسطين أيضا فقط نشوف كيف هي بعد ما نحكي الكلمات ومقطع اللي هي وبشي أول ألقا ولذكر الله أول ألقا ولذكر الله والشياطين لنغزيها موسيقى 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 حتى حبيب الزيودين هم مشروع كامل لطرح كل المكونات الهوية للغنية الحقيقية الأخير الذي جلب انتباهي قبل سنتين في 2010 طريق هوكويك نزل أول فيديو على يوتيوب كان في 2010 في غنية مدينة حديثة وكان واقف من شرفة على رمضة باعتقادة كان يسترجع مشروع توفيق النمري بشكل بلوعي كمان بالفتنة باللغنية نفسها لأن المقطع التي يحكي بها هذه الجبال فيها بلاد كثير لم يكن أعرف أين تأخذ بها فهو كان يخبي صوته أيضا في 2010 لم يكن هناك مشروع أردني موسيقي بديل كما كان في هذه العمود كما كان الآن موجود وهو ترى أبو كويك من رموزه لكن كان يحاول أن يخبي صوته أيضا من آلة الإنتاج الأغنية المشوهة التي كانت له الأغنية لذلك الوقت الذي كان الحبيب الزيودي شغال على طول حيث المحنون شغال على طول لإنتاج هذه الغنية كان ليس بحاجة إلى أن أفضل أنا لا أقوم سياسيا هناك مناحطات على شغالنا مع الجيش الورطاني على الأغانية السلطوية لا نعتبرها وطنية أغانية سلطوية لكن يمكننا أن نستعادة المسلوعة التوفيق النمري لإعادة الإنتاج أغاني الشعبي ليس أغاني بالنسبة شكرا ترجمة نانسي قنقر 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 كان الناسي أنا 1948 كان الناسي أنا ربعي أنا 1948 كان الناسي أنا 1948 كان الناسي أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدينة رام الله الأبي بير زيت تحديدا شكرا